في لقاء خاص لأخبار الآن مع المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي أكد على أن العراق دولة ذات سيادة وتمتلك القرار وأن لديها جيشا قويا قادرا على حماية أراضيه وحماية مواطنيه كما أكد على أن الجيش العراقي استطاع أن يقدم النصر على داعش وأفاد بأن الإرهابيين جاءوا للعراق من مئة دولة ومارسوا الإرهاب بكل مسمياته الجيش العراقي بالتعاون مع القوات الأمنية عندما استطاع أن يقدم هذا النصر الذي هو الانتصار على تنظمات داعش الإرهابية أعتقد أنه ليس الإرهاب فقط وإنما للعالم أجمع أكثر من مئة دولة إرهابيين أتوا إلى الإرهاب بمختلف المسميات وتحت أنواع جديدة من الإرهاب مارسوه، مارسوا الإرهاب في الإعلام مارسوا الإرهاب في السلم المجتمعي مارسوا الإرهاب في الفضاع السبراني مارسوا الإرهاب في كافة الأمور الاجتماعية التي للأسف الشديد وجدت لخدمة البشرية ولذلك العراق الآن مر بكل هذه الأمور ومر بكل هذه المراحل وحصن نفسه وأصبح قادر على أن يحمي بلده ويمحمي مواطنيه وممتلكاته وحدوده ما يهمنا أنه العراق فقط وتأمين حدود العراق ويجعل العراق بلد آمن ينعم أهله والمجتمع بسلام وأيضا يهمنا الشيء الآخر الذي هو التعاون مع كل الدول وخصوصا دول الجوار نحن نمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار ومتطورة نطمح بأن تزداد هذه العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي التعاون الأمني وأيضا لدينا مثل هكذا تعاون مع كل دول الجوار بما فيها الدول التي نعتقد بأنه هي مهمة بالنسبة للعراق نحن لدينا تحليل وتقدير لكل المواقف ولكن ما يهمنا أنه العراق بسياسته الداخلية والخارجية أنه كوزارة الدفاع أنه نحن لا نعتدي على جوال الجوار ولا نستخدم أراضينا بالاعتداء وهذا ما يأكد دائما مع الوزير الدفاع قائد العام للقوات المسلحة بأنه العراق عفوا بلد يحترم سيادة الآخرين ولا يكون مع أحد وكذلك أيضا لا يعتدي على أحد ولن يسمح بالاعتداء عليهم حتى الناس أو القوات التي تعمل معه وتحت حمايته ترجمة نانسي قنقر